تبنت الدولة مفهوماً مختلفاً شاملاً للتنمية أعلنته وقالت أنه يرتكز بالدرجة الأولى على أن المواطن والإنسان سيكون محور أي خطط تنموية هذه الخطط التي استهدفت أول ما استهدفت الارتقاء بجودة حياة المواطنين وهي الغاية والخلاصة التي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة أن الجهد الذي يقدم من الدولة في مختلف القطاعات يستهدفوا بالدرجة الأولى الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحقيق مفهوم للرخاء المعيش والاجتماعي سنحاول أن نضع الإطار المنظم لهذه العلاقة الجديدة التي يبدو أنها ترسخت في السنوات الأخيرة مع ضيفنا في الاستوديو الكاتب الصحف الأستاذ أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية أهلاً وسلم أهلاً سيد أحمد سيد أحمد ما الذي اختلف في نظرة الدولة لمفهوم بناء الإنسان أو استراتيجية بناء الإنسان؟ في مناهج الإدارة ويمكن تاريخ علم الإدارة بيقول إن الإدارة كان لها مراحل متعددة الإدارة ابتدت بالمفهوم التقليدي للإدارة اللي هي إنك إزاي تستخدم الموارد أفضل استخدام ممكن علشان تقدر تحقق من خلالها أكبر مكاسب ممكنة الحقيقة كان جوهر الإدارة في توقيت ده هو الإنسان وكان بيتم استغلال الإنسان على أسوأ صورة في المرحلة دي اتنقلنا إلى مرحلة الإدارة بالعلم والمعرفة وابتدى نوع من أنواع التفكير في التخصص وفي العلم وفي تنظيم الوقت لغاية ما دخلنا في مرحلة جديدة اسمها مرحلة كلية مرحلة كلية الشاملة للإدارة اللي هي بتاعني بجوانب الإنسان ولما بنيجي نبص للإدارة المصرية وعلى رأسها فخامة رئيس عفتاح السيسي لازم نتوقف عند الإدارة الإنسانية الإدارة الإنسانية وده مصطلح موجود في علوم الإدارة بتعلي من شأن وقيمة الإنسان من كافة المناح يعني بمعنى أنك أنت وتؤسس المشروعات أنت بتؤسس المشروعات وانت قائم على فكرة الصخرة أو الاستعباد للفرض ولكن أنت بتعلي من الجوانب الثقافية والاجتماعية والجوانب المعيشية والحياتية وتأمين هذا فرض ضد كل نوع من أنواع المخاطر اللي ممكن أني هتهدده لما بتبص للمفهوم ده برضه بتشوف أن كل اللي بتعمله الدولة من مشروعات تنموية بتديرها وفقاً للمفهوم التنمية الشاملة والتنمية الشاملة بالمناسبة اكتسبت مكوناتها يعني مفهوم التنمية الشاملة اكتسب من مكوناتهم من المفهوم الكلي للإدارة وبالتالي الدولة المصرية يعني خلينا نتوقف عند محطات ولازم نتذكر كلمات الرئيس قبل 30 يونيو في مايو 2013 كان سيد رئيس بيتحدث المصريين وقال المصريين ما لقلوش حد يطبطب عليه لازم نفهم هنا أن 30 يونيو كانت مرحلة فريقة وتولي فخمة رئيس رئاسة الجمهورية في هذا التوقيت في الولاية الأولى كانت أمامه مهام متعددة مش هنخد فيها كتير لكن اللي لازم نخد فيه كيف أدر رئيس هذه المرحلة الرئيس أدر هذه المرحلة اعتماداً على أبناء هذا الوطن وأدر هذه المرحلة اعتماداً على شباب هذا الوطن في العمل في المشروعات القومية الكبرى اللي مهدت الدولة المصرية لكي تستطيع أن تتصدى وتجابه التحديات المختلفة اللي كانت بتواجهها في هذا التوقيت في نفس التوقيت كان عندنا شبابنا في القوات المسلحة الشريفة وشبابنا في الشرطة المدنية البسلة بيفضوا الشباب المدني وبيفضوا المجتمع المصري كله بأرواحهم وبإصاباتهم اللي تعرضوا ليها علشان يتمكن هذا المجتمع من النمو والتقض مفهوم الإدارة المصرية هنا ارتكز على الإنسان وارتكز على البعد الإنساني سواء في الإدارة أو في التنمية الإدارة تدار بمنطق إنساني وأهداف هذه الإدارة في النهاية هو الإنسان بمعنى لا يمكن وإحنا مقدمين على حضارة جديدة يعني إحنا بنقول الحضارة بتتطور أو العالم بيجهد نهضات صناعية وحضارية مختلفة بنتنال من النهضة الصناعية بنبتدي نرجع تاني لفكرة الوعي والثقافة إحنا بنعيش في مرحلة حضارية ثقافية وعيوية عالية جدا 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 قوامها العلم لا يمكن في هذا الإطار أن أنا أتخلى عن الإنسان الإنسان لازم يكون هو محور أي نوع من أنواع عمليات التنمية خصوصا في المجتمعات التي تتطلع للتصدي للتحديات الأدامة نعم اشتركوا في القناة